موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة التعليم والمتطور والنهاردة هنكمل الاكتشف الترم التاني وحناخد الفصل التاني اللي هو بتكلم عن الشمس والظل تعالوا كده في البداية نتكلم احنا لما كنا الترم الاول اتكلمنا عن الشمس اخرنا عنها ايه كنا اتفقنا ان بحسة اللمس ممكن تقدر تمسك بأيديك اي حاجة وقع عليها ضوء الشمس وتحس بسخنيتها خلاص يعني ان الشمس بتمدنا بالدفع وبتمدنا بالسخونة او بتمدنا بالدفع وبتمدنا بالحرارة وكمان بتبقى مصدر النور بتاعنا كمان كنا خدنا ان لما تبقى الشمس شديدة والجو حار نبقى احنا كده في فصل الصيف وفصل الصيف ده بنلبس فيه هدوم خفيفة وقطنة علشان آآ تبقى آآ تمتص العرق اللي بيطلع من حرارة الشمس العائل الشمس ما بتبقى فصل الصيف بتمدنا بحرارة عالية ده خدنا الترمي الاول كمان كنا ايه قلنا ان احنا من الحاجات اللذيذة اللي بنحبها اللي احنا ناكل ايس كريم زي الولاد دول ما مفرحنين انهم بياكلوا ايس كريم في الصيف طيب ايه حكاية الشمس والظل انتو شايفين الراجل دون ماشي تحت الشمس الشمس شديدة وضوقها طالع جامد فهو ماسك ايه ماسك في ايده شمسية ماسك الشمسية عشان ضوق الشمس شديد وحرارتها عالية فمش هيتحملها احنا لازم طبعا لما تبقى الشمس حرارتها عالية نروح في مكان في ظل مكان في ايه ظل ليه يا ولاد عشان درجة الحرارة تبقى وليلة شوية لان تحت الشمس الحرارة بتبقى عالية وبتبقى كمان مضرة فالرجل دون ماشي شمسية في ايده وعمل ايه شفته الحتة اللي تحت دي بنسميها الظل وفي الظل بتبقى درجة الحرارة اقل شوية من الحرارة اللي تحت الشمس طيب هحكي لكم حكاية عن خنفسة صغيرة كانت عايشة جوة مدينة والمدينة عارفين ان فيها عربيات وناس وزحمة كتير جدا فالخنفسة طول ما هي عايشة في المدينة كانت بتبقى الآن ان حد يدوس عليها او عربية تدوس عليها فقررت ان هي تخرج من المدينة دي وتروح مكان تاني فضلت ماشية لحد ما راحت الصحراء بصت حواليها ما لقيتش فيه ناس وما لقيتش فيه عربيات حست بالامان جدا وهي واقفة جوة الصحراء بس بصت فوقها لقيت حاجة مدورة لونها برتقاني فاستغربت قالت ايه ده انتو عارفين طبعا ان دي هي الشمس صح؟ فحست وقتها ان الرمل اللي تحت رجليها سخت هو فيه رمل في الصحراء اه طبعا ما هي دي بيئة الصحراوية فاكرين البيئات اللي احنا كنا خدناها وان من بيئة الصحراوية اللي بيبقى فيها رمل ودرجة الحرارة بتبقى مرتفعة خصوصا لما تبقى الشمس حرارتها جديدة في الصيف فالخنفسة قاعدت تدور على حتة كده وهي الشمس شايفين طلعت الصبح خلاص وجوه بدأ يبقى حر والخنفسة حاسة بالرمل سخنة قاعدت تدور على مكان ممكن تلاقي فيه الرمل دفع او مش سخنة قوي كده ويكون بارد شوية فعملت ايه الخنفسة قاعدت تدور انتو من رأيكم ايه نلاقي فين مكان فيه حرارة الشمس مش شديدة احنا قلنا فين في الاماكن اللي ممكن نعمل فيها الضل زي الراجل مكان ماسك الشمسية بس الخنفسة اكتشفت اماكن تانية ممكن يبقى فيها حرارة الشمس مش عالية زي ايه خنفسة؟ زي الميا او زي العشب صح؟ اه وشافت كمان ان الميا والعشب والرمل دي حاجات من صنع مين؟ من صنع ربنا برافو عليكم يعني دي حاجات طبيعية طيب هي الحرارة على الرمل زي الحرارة على الميا زي الحرارة على العشب؟ لا طبعا صح؟ كل واحد بيمتص حرارة الشمس بدرجة غير التاني يعني الرمل بيمتص الحرارة بتاعت الشمس جامد فتلاقي دايما حرارة الرمل عالية واحنا في الصيف ونروح البحر ونبقى ماشيين على الرمل ما نقدرش نستحمل الايه؟ الحرارة بتاعت الرمل لانه بيبقى واخد حرارة الشمس كلها طب لو مشينا قدام كده ناحية الميا بنحس بدفع ورجلينا تقدر تمشي على المياه الانس بنحس بيها بالدفع طب لو حبينا نرجع بورا عالرصيف هيبقى الجو عامل ازاي؟ وووو بقى حر قوي ورجلينا برضو ما بتقدرش تتحمل الحرارة بتاعت الشمس يبقى في مكان بياخد اشعة الشمس جامد ويمتصها ويدي حرارة عالية وفي مكان تاني بياخد اشعة بسيطة وما يطلع لناش غير حرارة معتدلة ايه دا انا قلت حرارة عالية وحرارة معتدلة طيب الخنفزة وهي بتدور قلنا اكتشفت ان في ميا وفي عشب وفي رمل ودي قلنا دي حاجات طبيعية طيب ايه هي بقى الحاجات اللي ممكن الشمس تقف عليها ويتجيب لنا حرارة عالية برضو لو انت بتلعب في الجوردين وعندك الزحليقة لقيتها او هي حديد وجيت تمسكها هتلاقيها ايه؟ سخنة صح؟ تبقى سخنة اوه متقدرش تتحملها وبرضو لو انت ماشي على الرصيف زي ما قلنا في البحر لو مشينا على الرصيف برضو بيبقى حرارته عالية بس الرصيف والزحليقة دي عبارة عن حاجات بشرية من صنع الانسان لو حبينا نعرف الشمس او نعرف معلومات اكتر عن الشمس فبنسأل شوية اسئلة زي ماذا واين ومتى ولماذا وكيف دي يعني ايه؟ انت لما تحب بتسأل عن انسان بتقوله انت اسمك ايه؟ ما هو اسمك؟ كم عمرك؟ فبتسأله شوية اسئلة بادوات حاجة اسمها ادوات الاستفهام وادوات الاستفهام دي لما بنسألها بتساعدنا على ان احنا نتعلم ونتعرف على الحاجة اللي قدامنا فعشان نعرف معلومات اكتر عن الشمس بنستخدم ادوات الاستفهام زي ما الخنفسة سألت وقالت الشمس عطي حرارة للرمل عالية قوي فانا محتاجة مكان يبقى درجة حرارته اقل فاروح فين؟ فقالت اين اجد المكان فسألت بادوات الاستفهام احنا لما نيجي نوظف الشمس ونحب نرسمها فحنقول الشمس عبارة عن ايه؟ اول حاجة انت بتشوفها او احنا عشان نوصف الشمس او نوصف اي حاجة كنا اخدناها الترم الاول بنقول شبكة مفردات وقلنا شبكة المفردات هي الكلمات اللي ممكن تستخدم في صفة اي شيء صح؟ يعني انا حاجة اوصف انسان هقول ولد رجل بنت امرأة طفلة فدي كلمات مختصة بالانسان طب لما اجي اوصف الشمس فمحتاجة اقول مفردات علشان او كلمات توصف ليه الشمس اول حاجة اقول لنا عارفينها ان الشمس عبارة عن دايرة وكمان الدايرة دي لونها برطقاني وكبيرة تظهر في السماء كبيرة اوي كمان بتتحرك بتايه؟ بتتحرك بتطلع الصبح في الشرق وتتحرك لحد الغرب وبتروح صح؟ وكمان بتديننا حرارة جمدة بتمديننا بحرارة بتمديننا بضوق يبقى دي لما يجي يقول لك شبكة مفردات اي حاجة يعني انت بتوصف الحاجة دي بكلمات ايه؟ مفردات يعني كلمات خاصة بالحاجة او بالشيء اللي انت بتوصفه تعالوا نكمل اول شيط عندنا بيقول لك يرسم صورة واضحة للشمس باستخدام الادوات الفنية هنرسم اول حاجة زي ما اتفقنا الدايرة وليها الاشعاب بتاعت بسيطة خالص مفيش فيها اي مشاكل طب هو عايز بالادوات الفنية نعمل نموذك للشمس فانت عندك حتة هي نجبتها من على النبت انت ممكن تجيب بمساعدة ماما بنجيب ارس كده ونرسمه دايرة او نجيب ورقة فلا برضو هعملها لكم على الجروب ازاي نعمل الشمس دي ونرسم بالقلم ونحط شوية شرائط فيها ملونة خلاص ونعرف ان دي الشمس ممكن برضو نجيب ورق نطويه ونلزقه بجلو وان برضو نعمل شكل الشمس نتنين نموذك جمال الصراحة للشمس نقدر نعمله تعالوا نكمل برضو شي بتاع سطح الخنفساء قالت ايه الخنفساء بتقولك هنا ارسم سطحا اكثر برودة تحت الخنفساء الصغيرة ثم اكتب اسما لهذا السطح هي الخنفسة لما وقفت على الرمل لقيت ان درجة حرارته ايه؟ عالية ليه؟ كان سخن الرمل كان سخن فالخنفسة عايزة مكان تاني يلبقى فيه درجة الحرارة دافية او معتدلة تنصحوها بايه؟ فاحنا الشطار هيقولولي ايه بقى؟ ننصحها يا اما تقف حتة فيها مية يا حتة فيها عشب يا حتة فيها برافو عليكم يا حتة فيها ضل والضل ده ممكن نلاقيه فين؟ يا اما تحت شجرة او تحت مبنى كبير خلاص تدور عليه الخنفسة وتقف جنبه فممكن تلاقي الضل هناك طيب احنا دلوقتي لو عايزين نجرب الاسطح اللي موجودة ونشوف درجة الحرارة ازاي بتأثر عليها هنجيب تجربة كده نحط مثلا علبة كانز وزلزة ماي بلاستيك وكتاب ونحطوهم على صورة البلكونة وتخلي ماما تستنى الشمس تبقى متركزة على البلكونة ونبدأ نشوف مين فيهم اللي الحرارة هتتنقل له اكتر وبسرعة وزاعتها هتعرف النتيجة ان ازاي السطح بيتغير انتقال الحرارة ليه حسب نوع المادة بتاعته الشيط اللي بعد كده بتكلم بيقول يوم مشمس ضع دائرة حول الصور التي يوجد بها اطفال في يوم مشمس كنا خادنا في الترم الاول الطقس والصيف والشتاء وعرفنا ان من سمات الصيف ان الشمس بتبقى فيه طلعة وكن فيه اطفال بيحبوا الصيف عشان بيعملوا فيه انشطة زي الصفر واللعب ويروح للبحر وفيه اطفال تانية بتحب الشتاء علشان بيبقى اللعبة بالمطر فعندكم هنا يوم زي دون زي ما انتم شايفين فيه هوا ومطر وجوه برد قوي فمين هنا اللي بيدل على اليوم ده فطبعا الولاد اللي مسكين من الشمسيات والولد اللي بيلعب في بركة المية اللي جات نتيجة برافو عليكم الامطار واحنا خدناها في الترم الاول اما اليوم دون يوم مشمس فيه الشجر مزدهر هو انه بيسقط منه التفاع فده زيه زي اليوم اللي الاطفال فيه بيلعبوا في البسين كمان بيلعبوا في الجنين الشجر بيبقى فيه مزدهر بيأكلوا ايس كريم زي ما احنا قلنا في الاول فشوف انت بتحب اليوم ايه طبعا انت بتحب الصيف ولا الشتاء ده حسب رأيك الشيط اللي بعد كده بيقول التقرير عن الطقس والطقس ده كنا قلنا ان فترة صغيرة بنقول درجة الحرارة شكلها ايه الشمس هتطلع ولا لا وكمان فيه مطر ولا لا الكلام ده خلي ماما تتفرجه لك من التقرير ممكن تشوفه على الموبايل بيفدنا ان احنا الصبح واحنا خارجيني بنبص على التقرير ده لو لقينا الجو برد فبنضطر ان احنا نلبس تقيل لو لقينا فيه هوا وكنا مسفين صفر بقيد فبنأجل الصفر او ناخد احتياطاتنا واحنا ماشيين مسلا نسوق بسرعة بسيطة مش سرعة عالية عشان الرياح فسرعة الرياح والمطر والحاجات دي كلها بتأثر فلابد من ان احنا نبقى عارفين وعندنا ضراية بالموضوع ده التقس قبل ما نبدأ نتحرك من بيتنا كل يوم في بعض الكلمات اللي بتدل على التقس زي بارد وممطر ومشمس وحار ودافئ بتبان من اين من الصور زي ما انتو شايفين اوه هنا الشمس طلع كاملة فهي يوم مشمس الشمس هنا في غيامة هنا في غيوم كاملة هنا في غيوم مع مطر وهنا غيوم مع جليد وهنا غيوم مع آآ بر فده طبعا بيفدنا جامد زي ما قلنا واحنا خارجين الصبح آآ نحنا نعمل ايلة ويوم برد زي دوا لازم نلبس ملابست ايلة وناخد الشمسية وكلام ده كله فاحنا هنبدأ نرسم في الشيت هنا ان الطقس مسلا زي ما انتو شايفين نرسم السحابة وفيها المطر نازل منها ونبدأ نرسم الهتوم الشتوي اللي هو الجواكت والشمسية والبوت هنقف لحد كده في الشرح وان شاء الله وانكمل بقية الفصل التاني في الحلقة اللي جاي ان شاء الله عشان هو فيه معلومات كتير وانا اتمنى يكون المعلومات وصلت وبسيطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته